هنروح لكرة اليد يمكن كان عندنا كأس مصر لكرة اليد سيدات هذا الموسم كان الاسبوع ده للأسف لم نوفق في المباراة قبل النهائي أبننا الطيران عالتات والرابع فوزنا وفوزنا بالمدالية البرونزية ونتيجة المباراة خلصت 30-25 على نادي الطيران طيب ايه اللي حصل في مطش السيميفاينال كان مع سبورتينج خسرنا 25-24 بعد ما كنا قريبين جدا من التعادل هو يمكن اللي حصل الأزمة اللي حصلت كانت في الشوت الأول الشوت الأول تلع علينا فرق سبورتينج في حاجة في زهول اللاعبات كلهم لدرجة النواق بيبقى ساعات في حندك أوف دي كده انت متعرفش سببه ايه فرقتنا في اليد أقوى فرقة في مصر مرتاح بس ساعات بتنزل تلاقي نفسك أوف دي ما هو ده الكلام بقى اللي بقوله للرجال برضه انت ممكن تنزل تلاقي الدنيا سهلة سهلة فهي الفكرة جاية كده سبورتينج نزل فرق 8 تجوانها في الشوت الأول 8 تجوال في الشوت الأول ده كتير 7 أنا أسف 7 تجوال في الشوت الأول ده كتير ومع ذلك نادر أهلي يعوض يعني نادر أهلي فايز الشوت الثاني فرق 6 جوال فري سبورتينج 7 في الشوت الأول اذا كان كنا نقدر برضه نتعادل ولكن كان سبورتينج تشبس بالجيم ولكن هارد لك ان شاء الله اللي جاي طبعا مبروك على مركز المدالة برونزية ان شاء الله اللي جاي أفضل عندنا لسه بطولة السوبر احنا بطولة السوبر بقى مزيتها ايه مش مش مطشات كقوس انت نفس الطويل واللي بيلعب والفرقة الأكفأ هي اللي بتفوس ان شاء الله احنا بطولة السوبر كرة الهاتف بإذن الله وان شاء الله يعوضوا هذه الخسارة بإذن الله ولكل حصان كابوة